السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا متتبعي قناة تعلم والسفد في فيديو جديد اليوم سنشتغل على نص السيارة الطائرة إذن على بركة الله نبدأ بألاحظ وأتوقع إذن ألاحظ الصورة وأذكر ما هو مثير للإعجاب فيها إذن لاحظ معي هذه الصورة جيدا إذن هذه الصورة ما هو مثير للإعجاب فيها نلاحظ أنها هي سيارة وفي نفس الوقت طائرة إذن يمكن أن تسير في الطرق بشكل عادي كباقي السيارات ويمكن في نفس الوقت أن تطير وتحلق في الفضاء كباقي الطائرات إذن انطلاقا من الصورة يمكن أن نقول ما يثير الإعجاب في الصورة هو وجود وسيلة نقلين متطورة إذن وسيلة النقل المتطورة هي عبارة عن سيارة طائرة إذن كما نرى في الصورة فهي وسيلة نقل متطورة جدا قلنا هي عبارة عن سيارة وفي نفس الوقت طائرة إذن يمكن أن تسير في الطرقات ويمكن أن تحلق أيضا في الفضاء إذن هذا ما يثير الإعجاب في الصورة ثم لدينا أقرأ العنوان وأتوقع إجابة النص عن السؤال الآتي لماذا فكر الإنسان في صناعة سيارة طائرة إذن العنوان كما قلنا هو السيارة الطائرة إذن لماذا فكر الإنسان في صناعة سيارة طائرة إذن يمكن أن نجيب عن هذا السؤال كما هو مبين هنا إذن فكر الإنسان في صناعة سيارة طائرة لماذا؟ من أجل التنقل بسرعة وهي من صفات أو من مواصفات ومميزات الطائرة إذن سرعة التنقل وسهولة إذن بسرعة وسهولة في البر وفي الجو إذن عندما تسير في البر يمكن أن تسير بسرعة وبسهولة ونفس الشيء في الجو يمكن أن تحلق بسهولة وبسرعة إذن كما قلنا الهدف هو التنقل بسرعة وسهولة في البر والجو إذن قبل إنجاز الأنشطة المتعلقة بهذا النص سأقرأ تابعوا معي جيدا إذن السيارة الطائرة اعتاد وائل التردد على كشك الحي لاقتناء كتب ومجلات تزيده معرفة كان يتصفحها ويقلب صفحاتها في شوق قبل اختيار أنسبها وذات يوم توجه إلى الكشك فأثار انتباهه عنوان بارز على غلاف مجلة السيارة الطائرة اقتنى المجلة دون تردد وعاد إلى البيت مسرعا دخل غرفته وانطلق يقرأ بدأ التفكير في السنوات الأخيرة بحل علمي لمشكل الاختناق الكامل الناتج عن تزايد أعداد وسائل النقل الأمر الذي جعل معدل سرعة السيارات يتناقص باستمرار ولذا شرع الناس يتساءلون متى سيشترون السيارة الطائرة الخاصة بهم ذلك اليوم سيكون قريبا وقد تمتلئ السماء في العقود القريبة القادمة بالسيارات الطائرة كانت السيارة الطائرة حلما منذ سنوات فصارت الآن حقيقة عندما أعلنت عدة شركات متخصصة أخيرا نجاحها في تنفيذ هذه الفكرة وفعلا تم عرض نمادج لسيارات طائرة صغيرة الحجم ومن المنتظر أن تكون معروضة للبيع في السنوات القليلة القادمة وتنشط عشرات الشركات في العالم ولا سيما الشركات الناشئة في الابتكار لتحقيق هذا الحلم الذي راود كل الناس في أن تتحول سياراتهم إلى طائرات تخرج بهم من ضيق الطرقات ورحابة السماء وبذلك قد تسهم السيارة الطائرة في التقليل من الاختناقات المرورية وقد تستعمل لمراقبة الحركة المرورية نفسها بالإضافة إلى التنقل السريع والسهل تعود فكرة اختراع السيارة الطائرة إلى بداية عام 2009 فقد أعلن أعضاء فريق من المغامرين البريطانيين أنهم أنهوا استعداداتهم للانطلاق في رحلة من لندن إلى مدينة تومبوكتو في مالي على متن سيارة طائرة تم تصميمها خصيصا لهذا الغرض إنها عبارة عن مركبة مزودة بمحرك مروحي الدفع ومضلة شرائية كفيلة برفع السيارة إلى أعلى والتحليق بها عندما تكون الرياح مواتية تتم قيادة السيارة برا حيث توجد طرق مناسبة بينما يقتصر خيار استعمال الطيار للمظلة على المسافات التي توجد فيها ممرات بحرية مثل مضيق جبل طارق أو مناطق وعرة مثل جبال الأطلس في المغرب بالإضافة إلى المناطق الصحراوية التي لا توجد فيها أي مسالك واضحة وتعد هذه السيارة أول سيارة طائرة تعمل بالوقود الحيوي على مستوى العالم وقادرة بفضل مظلتها على التحليق عاليا على ارتفاع ألفي متر أو أكثر مع إمكانية الهبوط تدريجيا بسلامه أما اليوم فهناك عدد غير قليل من المصممين والمهندسين في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا واليابان والصين وغيرها يعكفون على تطوير جيل جديد من السيارات الطائرة المصممة بشكل هندسي وميكانيكي وإلكتروني محكم مزودة بأحدث التقنيات وأكثر أمانا إذن هذا هو النص سنشرع في إنجاز الأنشطة المتعلقة به إذن نبدأ بأفهم النص كالمطلوب أغني رصيدي أولا أستخرج من الفقرة الأولى مفردة وضدها إذن بعودتنا إلى النص نجد على أن الكلمة وضدها الموجودتين في النص هناك نجد هنا بدأ التفكير في السنوات الأخيرة بحل علمي لمشكلة الاختناق إذن المشكل فضده هو الحل إذن نقدر حل وضدها هو مشكل إذن قلنا حل وضدها هو مشكل ثم ثانيا آتي بكلمات لها علاقة ببيئة كلمة مطار إذن مفردات لها علاقة بكلمة مطار أو شبكة كلمة مطار إذن مطار مثلا من بين الكلمات المرتبطة بها هناك مثلا طائرة إذن الطائرة لها علاقة بي المطار أيضا هناك مسافرون إذن المسافرون لهم علاقة بي المطار ثم المطار هناك أيضا ربان ربان الطائرة أيضا المسافرون يحتاجون إلى أو يحملون معهم أمتعة إذن أمتعة المسافرين ممكن أن نضيف أيضا إذن المطار أو الطائرة هناك أيضا مضيفات الطائرة إذن هناك مضيفات ممكن نضيف أيضا في المطار نحتاج لجواز الصفر إذن هناك جواز الصفر إلى غير ذلك من الكلمات التي لها علاقة بمفردة مطار نمر الآن لأفهم وأحلل إذن السؤال الأول لدينا استخرج من النص ما يدل على أن وائلا مولع بالقراءة إذن سنعود إلى النص وسنستخرج ذلك إذن ما يدل على أن وائل كان مولعا بالقراءة سنجده في بداية النص الذين اعتاد وائل التردد على كشك الحي لإقتناء كتب ومجلات تزيده معرفة كان يتصفحها ويقلب صفحاتها في شوق قبل اختيار أنسبها إذن هذا يدل على أن وائل عندما كان يتردد بشكل معتاد على كشك الحي لإقتناء كتب ومجلات تزيده معرفة هذا يدل على أنه كان مولعا بالقراءة إذن ما يدل من النص على أن وائلا مولع بالقراءة هي ما وجدناه في بداية النص اعتاد وائل التردد على كشك الحي لإقتناء كتب ومجلات تزيده معرفة كان يتصفحها ويقلب صفحاتها في شوق قبل اختيار أنسبها ثم السؤال الثاني أذكر دلالة الأرقام التالية انطلاقا من النص إذن ما هذا الرقمين ألفان وتسعة والفين إذن سنعود إلى النص ونحدد ما يدل عليه كل رقم إذن تعود فكرة اختراع السيارة الطائرة إلى بداية عام الفان وتسعة فقد أعلن أعضاء فريق من المغامرين إلى غير ذلك إذن تعود فكرة اختراع السيارة الطائرة إلى بداية عام 2009 إذن 2009 فهي تدل على سنة بداية او لا اختراع السيارة الطائرة إذن اختراع السيارة الطائرة ثم العدد أو الرقم 2000 إذن نجد وقادرة بفضل مضلتها على التحليق عاليا على ارتفاع 2000 متر أو أكثر إذن 2000 فهي تدل على الارتفاع الذي يمكن أن تحلق عليه السيارة الطائرة في الفضاء إذن هذه دلالة هذين الرقمين إذن سنقول إذن 2009 قلنا هذه تدل على سنة اختراع السيارة الطائرة إذن سنة اختراع السيارة الطائرة ثم سنة 2000 أو عفوا الرقم 2000 فهو كما رأينا في النصف فهو يدل على الارتفاع إذن يدل على الارتفاع الذي يمكن أن تحلق عليه السيارة الطائرة إذن الارتفاع الذي يمكن أن تحلق عليه السيارة الطائرة نمر للنشاط الثالث أملأ الجدول حسب المطلوب إذن المكان والحدث المرتبط به إذن لندن وتومبوكتو إذن سنعود إلى النص ونبحث عن الحدث المرتبط بهذين المكانين إذن في النص نجد فقد أعلن أعضاء فريق من المغامرين البريطانيين أنهم أنهوا استعداداتهم للانطلاق في رحلة من لندن إذن لندن هو مكان الانطلاق في الرحلة عبر السيارة الطائرة إلى مدينة تومبوكتو إذن كانوا متوجهين من لندن والوجهة هي مدينة تومبوكتو في مالي إذن تومبوكتو فهي تدل على الوجهة المقصودة في الرحلة أو هو مكان الوصول المكان الذي كان يريد أعضاء فريق المغامرين الوصول إليه بعد الانطلاق من مدينة لندن إذن سنقول إذن لندن الحدث المرتبط به هو مكان الانطلاق في رحلة عبر السيارة الطائرة إذن مكان مكان الانطلاق في رحلة عبر السيارة الطائرة أما تومبوكتو فهو الوجهة المقصودة في الرحلة و مكان الوصول إذن هو الوجهة المقصودة المقصودة في الرحلة ومكان ومكان الوصول الوصول رابعا استخرج من النص عبارات تتحدث عن تطور السيارة الطائرة إذن لو عدنا إلى النص سنجد مجموعة من العبارات تدل على تطور السيارة الطائرة إذن هنا في بداية الثقرة الثانية نجد كانت السيارة الطائرة حلما منذ سنوات فصارت الآن حقيقة عندما أعلنت عدة شركات متخصصة أخيرا نجاحها في تنفيذ هذه الفكرة إذن هذا يدل على تطور السيارة الطائرة ثم أيضا لدينا أيضا في نهاية المص نجد أما اليوم فهناك عدد غير قليل من المصممين والمهندسين في الولايات المتحدة وكندا إلى غير ذلك يأكفون على تطوير جيل جديد من السيارات الطائرة المصممة بشكل هندسي إلى غير ذلك إذن عموما يمكن أن نذكر هذه العبارات إذن سنقول كانت السيارة الطائرة حلما منذ سنوات فصارت الآن حقيقة عندما أعلنت عدة شركات متخصصة أخيرا نجاحة في تنفيذ هذه الفكرة أيضا أما اليوم فهناك عدد غير قليل من المهندسين والمصممين يعكفون على تطوير جيل جديد من السيارات الطائرة إذن هذه العبارات فهي تتحدث عن تطور السيارة الطائرة سؤال الخامس أرتب الأفكار الآتية حسب ورودها في النص إذن الأفكار لأنها أسباب التفكير في السيارة الطائرة انطلاق التجارب الأولى للسيارة الطائرة ثم لانكباب على تصميم شكل متطور للسيارة الطائرة إذن سنعود إلى النص إذن بعودتنا إلى النص نجد أول فكرة هي بدأ التفكير في السنوات الأخيرة بحل علمي لمشكل الاختناق الكامل الناتج عن تزايد أعداد وسائل النقل إلى غير ذلك إذن هذه الفقرة هي تتحدث عن أسباب التفكير في السيارة الطائرة كذلك هنا في هذه الفقرة نجد ولا سيما الشركات الناشئة في الابتكار لتحقيق هذا الحلم الذي راود كل الناس في أن تتحول سيارتهم إلى طائرات تخرج بهم من ضيق الطرقات إلى رحابة السماء وبذلك قد تسهم الطائرة في التقليل من الاختناقات المرورية كما قد تستعمل لمراقبة الحركة المرورية نفسها بالإضافة إلى التنقل السهلي والسريع إذن هذه كلها فأسباب تفكير في السيارة الطائرة إذن هذه أول فكرة وردت في النص ثم انطلق التجارب الأولى للسيارة الطائرة إذن انطلقت عام 2009 ثم أخيرا لانكباب على تصميم شكل متطور للسيارة الطائرة هذا نجده هنا في نهاية النص أما اليوم فهناك عدد غير قليل من المصممين والمهندسين في هذه الدول يعكفون على تطوير جيل جديد من السيارات المصممة بشكل هندسي إلى غير ذلك إذن عموما سنرتب هذه الأفكار كما وردت إذن الفكرة الأولى هي أسباب التفكير في السيارة الطائرة هي الأولى التي وردت في النص ثم الفكرة الثانية انطلاق التجارب الأولى للسيارة الطائرة والفكرة الثالثة هي الانكباب على صميم شكل المتطور للسيارة الطائرة سادسا أعود إلى التوقع الذي افترضته قبل القراءة للتأكد من مدى تطابقه وموضوع النص إذن الافتراض الذي افترضناه قلنا على أن الإنسان يفكر في هذا النوع من السيارات في السيارة الطائرة من أجل التنقل السهل والسريع وهو الأمر الذي وجدناه في هذا النص نمر الآن لأركب وأقوم إذن المطلوب ألخص النص في بضعة أسطور إذن هذا النص يمكن أن نلخصه كما يلي إذن هذا نموذج لملخص النص إذن مثلا ممكن أن نقول يتحدث النص عن اختراع علمي متطور يتمثل في ابتكار السيارة الطائرة كحل لمشكلة الاختناق المروري حيث حيث اشتغلت مجموعة من الشركات العالمية على تحقيق هذا الحلم الذي يراود جميع الناس كما ذكر الكاتب مميزات هذه السيارة وكيفية تحركها وتنقلها من مكان لآخر وقدم معلومات كثيرة حولها مشيرا في نهاية النص إلى أن المهندسين والمصممين من دول عديدة لا زال مستمرين في تطوير هذا النوع من المركبات إذن هذا ملخص للنص ثانيا أبرز الفكرة العامة للنص إذن الآن سنحدد الفكرة العامة للنص إذن في هذا النص يمكن أن نقول تطرق أو تطرق الكاتب في هذا النص إلى ابتكار السيارة إلى ابتكار السيارة الطائرة ومميزاتها ومساهمتها في التخفيف من الاختناق المروري إذن هذه فكرة عامة للنص ثم بعد ذلك أخيرا لدينا في رأيك إذا أصبح الناس جميعهم يقودون السيارات الطائرة فماذا سيكون مصير ملايين السيارات الحالية إذن إذا أصبح الناس كلهم يقودون السيارة الطائرة فالسيارات الحالية سيمكن أن تزول وتنقرد ويمكن أن يصبح استعمالها نادرا وفي حالات قليلة فقط إذن سيقل استعمال السيارات الحالية وقد تنقرد وتزول إذن عموما يمكن أن نقول إذا أصبح الناس جميعهم يقودون السيارات الطائرة سيكون مصير ملايين السيارات الحالية هو الزوال والانقراض أو سيصبح استعمالها ناذرا وفي حالات قليلة فقط إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص لكم مني جزيل الشكر على الاهتمام والمتابعة وإلى اللقاء بإذن الله